شايف مباراة النهاردة زي مباراة صعبة ودايما لقاءات مصر مع المغرب بتكون اللقاءات مسهلة اه اكيد اكيد مباراة صعبة جدا زي مباراة سماعيل كده يعني نهاية مبكر في ريتين جامدين انتخب مصر طبعا النجوم الكبيرة اللي معايا وانتخب المغربي النجوم كتيرة جدا بيلعبه في اوروبا فعملنا مباراة قوية جدا المباراة اللي فاتت خليه بالك العامل بدني ممكن يباليه دور كبير جدا النهاردة ان احنا عبنا اكسترا تايم وركلات ترجيح كان فيه شد عصبي كبير جدا فيه اساسيات لازم تتعامل فيه حاجات اساسية لازم تتعامل لازم يبقى فيه روح لازم يبقى فيه تركيز لازم يبقى فيه اسرار لازم رغبة الفوز تبقى موجودة لازم الثقة اللي عند اللعيبة والجهاز الفني تبقى موجودة واخر حاجة هيجيلك التوفيق لان ده عامل مهم جدا برضو يعني عامل التوفيق ده مهم جدا في المباراة اللي زي دي لأنه المباراة اللي زي دي طبعا كان اسماعيل قادرة مننا كلنا بالقصة دي هجيلك واحدة اتنين بالكتير قوي لو ما جبتش واحدة منه ما تخسر فهي دي برضو نقطة مهمة يعني موضوع ان انا استغل الفرص دي لازم تبقى موجودة ان انا مش هيجيلي فرص كتير يعني احنا المباراة اللي فاتت يعتبر جلنا 3-4 فرص مفروض كنا نسجل منه ولكن المباراة السابقة للمنتخب ما كانش فيه ثقة قوي فممكن تكون كانت ثقة هربانة اللعيبة كانت متوترة تحملة قوي فوق طائطها فالثقة رجعت الاداء الناس كلها كنا مبسوطين جدا المباراة اللي فاتت والنهاردة ان شاء الله كلنا نبقى مبسوطين بغض النظر عن النتيجة بس الاساسيات دي لازم اللعيبة والجهاز يعملون